نتنياهو لا ينام البارحة صورة لا يفهمها الا العسكري المتمرس البارحة اداه القيادة قيادة المقاومة وهي تحضر العملية الضباط كانوا بزي عسكري وكنتوا استمعوا الى التحضير العملية والمخط والخريطة امامهم واقسموا انه ضابط عمليات من طراز عالمي من تكلم البارحة يعني العالم عشان تكلموا تو على مقاومة فده سلاح لا 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 نتكلموا على علم عسكري في اعلى مستوى نكون ضابط عمليات وافهم كل كلمة قالها وهو يخطط العملية يعني مكان ويوزح في الادوار قتلك انا اقسمت قتلك يعني ضابط عمليات من اعلى تراز وانا توها عندي كما صهاينا مش لابلاخر يفهموا من اين اتا سر نجاح سر نجاح اتا من السيطرة على علم العسكري والعمل به بنسبة 100% ثم قدرة الهي صحيح ثم انضباط ثم معناها صبر لكن ما سمعته البارح وعددته قنوات عديدة عديد المرات ضابط عمليات متمرس يعني كأنه يقرأ في درس يعني درس يدرس في كيفية التحذير تحذير كمين نحن لما القيادة وتعاية بشيقومه بالعملية اميرين ونبسطه بطريقة مثالية تدرس البارح لعمله الضابط وكان يرتدي زي عسكريا لما حالا موراو شجو لكن دليل من يقوم الآن بإدارة المعركة وقت يقول ثم الف سنوار والف ضيف منيش نرمي في ورود ولا نقول أنا متأكد اللي هو كون الف سنوار والف ضيف اللي سمعته يتكلم البارح يستحيل أن يهزم لأنه كان متمرسا يعرف شيقول وقت للضباط انتعى الصهاينا يشوفوا البارح سيدة ذاك ما يجي يومش النوم لا ينامون لأنه الآن عندهم سر النجاح نرجع لنتنياهو ننتنياهو اليوم يتكلم لأول مرة من عام 1948 يتكلم عن الدفاع كانوا قبل لي لما يجلسوا في مقراتهم وفي حكومتهم يحضرون لضربات خارج إسرائيل اليوم يتكلم عن الدفاع ويتكلم عن المحور الذي أتى لي وساعده ويطمئنه وهو في نبرته وفي صوته وفي وجهه مرعوب حتى وجهه أصبح أبيضا ما عادش فيه دم ما عادش يعني ظاهر أنه مرعوب مرعوب والآن يتسألون هل ستكون ضربة مزدوجة أم كل واحدة لحدة وهل ستكون في نفس التوقيت أو التوقيت يعني الفرضيات السياسية والعسكرية وضعوها ولم يجدوا حلا وبرك الله في من خطط وجعل الزمن يطول لأنه هذا أنا أسميه الزمن القاتل لما تكون تحط في قوة معادية وتحطها في وضع أنها تنتظر في الضربة ولا تعرف من أين ستأتي وكيف ستأتي وما هو حجمها وما هي أهدافها يترك العدو سياسيه وعسكريه في حالة معناها حالة يعني ضغط نفسي نقعد في العسكريين على خاطر رئيس أركان الجيش العدو هاليفي قال في زيارة لقاعدة جوية على مختلف الأسراب والأنشطة العمليتين للوحدات الجوية للعدو قال لدينا القدرة على شن هجوم سريع على أي مكان في لبنان في كل مكان في غزة في كل مكان في الشرق الأوسط ولأول مرة يذكر الشرق الأوسط منذ طفان الأقصى فوق وتحت الأرض قال نحن على استعداد عالي وعلق على تعيين السنوار زعيمة لحركة حماس هذا الأمر بالنسبة لنا يمثل حافزا إضافيا للعثور عليه قال سنسع جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي لحماس مجددا شوفت ما حتم رمزية الساعة شوفت هناك كيف الغباء السياسي والاستراتيجي أصبح واضحا العياد لماذا ذهب إلى قاعدة جوية لأنه ما بقي له إلا هذا التفوق يعني الحرب التي الآن دفاعيا أو هجوميا لم يبقى في يده إلا سلاح واحد وهو سلاح الجبن سلاح الغدر سلاح الطيران الذي لا احترى الأرض لماذا لم يذهب إلى لواء مشات أو مدرعات الذي فعلا هو يعني نعود بالأسادة المستمعين الطيران هو سلاح اسناد للقوات البردية فقط هو سلاح اسناد في الحرب نتكلم أو سلاح غارة غارة على مكان بعيد أو سلاح اعتراض طائرات أخر المقاومة ما عنداش طائرات نفات ما عنداش طائر حربية ماذا تبقى دورهم كان من مفروض أن يكون معناها اسناد القوات البرية لكن القوات اليوم اعترفوا أن قواتهم البرية غير قادرة علشان أي حرب لا ضد غزة ولا ضد المقاومة اللبنانية ولا ضد أي طرف آخر هش قلت لك العرب سيندمون هذه كانت فرصة فرصة عجيبة وغريبة للمحقهم محقهم نهائياً لو مع الأسف معناها لما يخذلنا البعض في وقت حساس مثل هذا ولكن رب إن شاء الله أشفق عليه إن شاء الله من موش على فرصة هذه هنا هناك متابعة لكتيبة الناس الدوان ونعتبروا أنه عائلة لكل بلبيبنا بش نترق لنقطة أخرى توا رجعنا نحكي على الطائفية واليوم العركة على العراق وإيران وغيره هل سمعت أوروبي يتكل على الحرب العالمية الثانية مثلا أو الحرب العالمية الأولى هل سمعت نهار ويحد فيهم يقول ألمانيا وفرنسا ما وتعاركوا وصار فيهم ما صار اليوم هما أكبر زوز حلفاء ألمانيا وفرنسا وكيف ألمانيا تتبعد شوي على فرنسا يصير خلل وقعد نستخدم بعضه ونتحدث عن اتحاد أوروبي بعد حرب عالمية كله وبعضهم فيها الأوروبيين لكل يعني عليش أحنا ما نتعلمش من الدروس هذه أبو الباب شكرا على السؤال سنوح لأن العقل العربي لأسف هو عقل ماضوي العقل العربي هو عقل سلفي معناها لا يفكر في المستقبل المفروض أننا نحن نقرأ الماضي والحاضر ونفكر في المستقبل هذا الأصل في الأشياء نقرأ الماضي للاعتبار وكذلك نفكر في المستقبل فما علم في الغرب اسمه علم المستقبليات وهذا يرى وإحنا دائما لما تجي تصلح أي مجتمع لابد أن تبدأ من التعليم أحنا مثلا العلم هذا لا يدرس كثيرا علم المستقبليات معناها كيفاش نفكر في المستقبل كيفاش نحب بلادنا في المستقبل كيفاش نحب منقطنا استشراف يدك الصحاب وكان فما معناها الخبير ربما عربي معروف كتب في هذا الخصوص هو معناها هو نادر هو مهدي المنجرة المغربي المفكر المغربي بمادي المنجرة في أوروبا يدرس حلم المستقبل احنا تولا لما نجي نفكروا بطريقة وعلى وقتش يتم استدعاء سماح المسلة الطائفية يتم دائما استدعاء المسلة الطائفية بأيادي أجنبية خبيثة جدا لبث الفرقة والفتنة خاصة في المعارك الكبرى يتم استدعاءها احنا تولا لما نشوف المقاومة الفلسطينية خلينا سيني نفصلوها ونفرق الرومان المقاومة الفلسطينية في غزة شنية ميسونية حماس سونية معروف هذين اي ومن يدعموها الآن يدعموها المقاومات السونية الدول العربية المحيطة بيها كلها سونية تدعمها مقاومات شيعية بحي فم خيار اسمه خيار المقاومة ايران الآن بحي مذهبها شيعي ايران الشاه كانت شيعية حتى هي زاد اش بيها من العرب كانوا اصحاب معاييران الشاي خيما كانت شيعية وقتها ما كان شيعية بحي وشكون هم الشيعة تدعمو الشيعة اتباع علي بن نبي طالب الشيعة والعربية معناها اتباعوه هنظن معناها انصطفوا الى جانبية في معركاتهم مع معاوية بحي نرجع للتاريخ احنا شنو بش يفيدنا تول حرب بين علي ومعاوية انتهات ومش هيدا روحوا وهذيك حر والخلاف بيناتهم كان من الاصل خلاف سياسي ما هوش خلاف ديني روح وامامك عدو ويريدوا قتل ما لا وهي اسرائيل رأي لا تفرق لبين سني ولا شيعي ولا شيوعي ولا مش عارف مسلم ولا مسيحي ولا غير ولا لا ديني كذلك ما ليس له دين لا تفرق بين احدا منهم تقتل الجميع هي تقتل كل من يقومها قطع نظر على واكبر العمليات اللي صارت حتى في جنوب لبنان يا اخي عملية سنال محيدلي الاستشهادية في لبنان أخي سنال محيدلي ما هي كانت يا شيوعي فهمنا إذن فبالتالي هم يكرهون المقاومة ويحاولون تشويه دائما المقاومة إذن نحن هم يكرهون الوحدة الوحدة بطبع رأه أكبر تر ليهم